الوجهة الاقتصادية الوجهة الاقتصادية واقع وآثاق اقتصاد الجزائر نحو العالم الوجهة الاقتصادية مع رضوان حرياتي من اداة الجزائر الدولية اهلا بكم وجهتنا الاقتصادية اليوم اقتصاد المملكة الاردنية الهاشمية هو اقتصاد ناشى يعتمد في مجمله على قطاع الخدمات التجارة والسياحة وبعض الصناعات التحولية كالاسمدة والادوية على ذلك نظراني محدودية الموارد الطبيعية في البلاد يطلق عليها اقتصاد المعرفة عملته المحلية الدينار الاردني وهي عملة قوية مرتبطة بالدولار الامريكي عدد سكانه يتجاوز العشرة ملايين نسمة ونسبة البطالة فيه تقدر بثلاثة وعشرين بالمئة الارقام الرسمية تسجل بنموا بنسبة اثنين فاصل تسعة بالمئة في الربع الثاني من سنة الجارية للناتج المحلية الاجمالية فيما توقع البنك الدولي نسبة نمو باثنين فاصل واحد بالمئة مقابل ذلك ارتفع الدين العام على الاردن الى واحد فاصل ستة خلال العام الجاري حيث بلغ واحد واربعين مليار دولار خمسة عشر مليار دولار ديون خارجية وبذلك تصل نسبة الدين العام ثمانية وثمانين فاصل اربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة الاردن تمتلك وراضي زراعية خصبة تقدر بخمسة عشر بالمئة الان مصادر المياه لديه قليلة بسبب الطبيعة الجغرافية يعتمد في محاصيله الزراعية والانتاجية والفلاحية بنسبة حوالي سبعين بالمئة على نهر الاردن الغور هذا الاقتصاد بالرغم من تعرضه لهزات وتحديات منذ استقلال البلاد وتعطيره بالازمات الداخلية والخارجية كأزمة سبتمبر الأسود في سنة سبعين وحرب الخليج الأزمة السورية والأزمات المالية الدولية بالرغم من ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة إلى أنه وجد مخرجا لتخصص في ترقية السياحة منها السياحة الطبية الاستشفائية وكذلك زيادة التصدير في الفوسفات والحديد والبوتاس والأدوية لمناقشة الاقتصاد الأردني والعلاقات الجزائرية الأردنية والتبادل التجاري بين البلدين نستضيف لكم اليوم سيد عاهد سميح الرجيبي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان ونائب رئيس مجلس إدارة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة أهلا بك سيدي الفاضل وأنت معنا في الأستجو أسعد الله صباحكم صباح الخير للجزائر صباح الخير للأردن معكم أخوكم عاهد سميح الرجبي طبعا أنا باعتبر الجزائر هي البلد التاني وحب الأردنيين للجزائر والجزائريين حب قديم منذ الأزل لهذا السبب نأمل إننا إن شاء الله نقدر نوطد هالعلاقات وتزيد المحبة وتزيد علاقات الاقتصادية ما بين البلدين ونحن نعمل ونحاول إنه نصير الكونتاكت والاتصال الدائم ما بين القطاع الخاص الأردني والقطاع الخاص الجزائري لتدليل أي عقبة تصدر أمامها نعم ذكرنا بعض الأرقام والمؤشرات في الاقتصاد الأردني هو اقتصادي تأثر بالأزمات ومرتبط بشكل وثيق بالدولار والاقتصاد الأمريكي كيف تخلص الاقتصاد التركي من هذه العقدة خاصة الآن الاقتصاد الأردني عفواً من هذه العقدة وكذلك هو يواجه أزمة أخرى مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية وحرب الطاقة طبعاً القدرات الذاتية الموجودة عند المواطن الأردني والحكومة الأردنية هي ساعدتنا بأننا نستوعب هذه الأزمات التي حصلت وصدقني أننا لدينا إنتاجية هائلة كبيرة جداً ومنصدر تقريباً لدينا المنتج الأردني بصلى تقريباً 120 دولة بالعالم يعني لدينا بالإضافة للصناعات الدوائية صناعات الفصفات، صناعات البوتاس لدينا الصناعات التحولية استطعنا أن نستورد المواد الأولية مثلاً من دول الخليج نصنحها ونعود نتصديرها لدول الخليج يعني هذا أنا بعده إنجاز بدل على المقدرة أنه نقدر نكمل مسيرتنا الاقتصادية ونتغلب على الصعب يعني إذا نكون صادقين موضوع أزمة أوكرانيا روسيا كان له تأثير من ناحية الاقتصادية اللي هو ارتفاع بعض السلع التموينية ارتفاع أسعارها وهذا ما ينعكس على حياة المواطن لما بدأت ارتفاع هذه الأسعار بس استطعنا أنه نتغلب على هذا الوضع ارتفعت لفترة بسيطة وعودت رجعت إلى وضحة طبيعي بزيادة قليلاً وبأعتقد أنه إن شاء الله إحنا هلا في عنا خطة وأن وضعت أنه نعمل الأمان الزراعي الأمان الاقتصادي الزراعي يعني نعم نحاول أنه نعمل خطة زراعية لتغطية كل النقص اللي حصل بالفترة هاي طبعاً بده فترة أطول من الزمن اللي يتنفذ هذه المشاريع اللي هي التطوير الزراعي إحنا لوردر بالإضافة أنه منطقة زراعية إحنا في عنا بنتميز فيه أنه عنا موسم الشتاء موسم الزراعي اللي ينتج بمنطقة الأغوار اللي هي أعمق نقطة بالعالم نعم بهذا الفترة بفترة الشتاء إحنا الخضار تنتج عنا بوقت غير موجودة في أي دول أخرى بسبب طبيعة بمعنى الزراعة متأثرة زراعة موسم شتوية وهذه الأصناف تصدر إلى دول الخليج تصدر إلى أوروبا بس طبعاً بش في المستوى المطلوب منقدر نحسن ومنقدر ناخد نتيجة أفضل وأفضل وصدقني الأردن مع كل الأزمات اللي صارت حوالينا لماذا يتأثر الاقتصاد الأردني بالأزمات؟ يعني تأثر بأزمة الحرب الخليج؟ كل الأزمات اللي حصلت قدرنا أنه نستوعبها ونتغلب عليها ونكمل المسيرة وهلأ إن شاء الله في خطات جديدة عم تعملها الحكومة للتطوير ولتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام العمل الأساسي من قال بالإضافة للتطوير الزراعي العمل على زيادة التصدير زيادة التصدير تعني القضاء على البطالة كل ما زاد التصدير كل ما قدرت أنتم تخدم وهي الخطة التي تقوم بها الأردن من أجل جلب أكثر من 40 مليار دولار يعني لنكون صدقين لنكون صدقين صدر عندنا السنة قانون استثمار جديد سهل أمور الاستثمار بشكل يعني بتقدر تقول أفضل من السابق كثير وهذا القانون الاستثمار الجديد بتصور إنه عصري وراح يساعد على جذب أكبر عدد من المستثمرين سواء العرب أو لجانب الاستثمار بالأردن ومعناته لما أنت بتستثمر سواء بالسياحة أو بالصناعة أو بالزراعة بس أهم ما أحنا أنا بحكيك كصناعي بتكلم معك كصناعي نعم نحنا بالصناعة يعني عم نحاول بأكبر جهد لأنه المنشآت الصناعية تشغل أكبر عدد من اليد العاملة أكثر من المنشآت الأخرى حسب الإحصائية اللي وجدت عندنا إنه إحنا المنشآت الصناعية بتشغل تقريبا كل منشآة معدلها بقلوب بعضها 13 عامل المنشآت التجارية أو الصناعية أو السياحية بتشغل 2.5 يعني معدل فرق شاسع عم نعمل جهدنا إحنا خاصة إنه إحنا بأزمة كورونا استطاعت الصناعة الأردنية تتغلب على كتير من الأزمات إنه إحنا استطعنا إنه ننتج كل شيء بيحتاجه البلد بأزمة الكورونا من ناحية المنظفات من ناحية المعقمات من ناحية الكمامات واستطعنا إنه نصدر يعني هذا الحكي بفتر الكورونا كان الوضع كتير جيد ومرضي عنه من ناحية الصناعة الأردنية أنا بحكيك يا أنا وجهة نظري دايما بتطلع كل إنسان بتطلع للواقع اللي هو عايش وأنا عايش مع الصناعة عندما نرى إنه في الأردن نسبة تضخم كبيرة وكذلك نرى نسبة بطالع تفوق الثلاثة والعشرين بالمئة وهناك مليون طلب للشغل بالإضافة أنه الأردن يتحمل أعباء الأزمات في الدول المجاورة خاصة أنه لديه أزيد من خمسمائة ألف فلاج سوري واستفاد من الخبرة السورية سنتحدث عنها سيدي الفضل بالنسبة للاقتصاد الأردني هل طور نفسه وأصبح مميزا عندما نقول أنه ذهب إلى السياحة الاستشفائية أصبح الأردن الآن رائد في السياحة الاستشفائية والصحية وكذلك في مجال صناعة الأدوية ماذا فعل الأردن حتى تميزه في هذا الجانب نحن الواقع يمكن أكبر استثمارات الأردن بالجزيرة هي في الصناعات الدوائية نحن نقدر نقول أنه من أفضل وأكبر المصانع الموجودة بالجزيرة هي الصناعات الدوائية الأردنية طبعا الأردن السياحة العلاجية تواجد المستشفيات تواجد الأطباء ذو الخبرة تواجد الخدمات الموجودة اللي بتساعد جذبت المناطن العربي للعلاج في الأردن يعني السياحة العلاجية هي من الأشياء اللي يمكن تأثرت في فترة الكورونا لفترة بسيطة بس لا بالوقت الحاجة بدأت تتعافى وبالإضافة للسياحة العلاجية عندنا إحنا كمان نكون صادقين عم نقور بصناعاتنا إحنا يعني تتصور إنه المكيفات الهوائية اللي بناسها في واشنطن صناعة أردنية يعني وصلنا لدرجة إنه عندنا الإتقان صدقني أنا بالسابق كنا بالسمان إحنا نستورد المواد الأثاث البلاستيكي الفيرنتشر من إسبانيا وإيطاليا نعم يعني تصور إنه أنا إحنا منستور المواد الأولية بس صدقني إني أنا هلأ عم بصدر من الأردن لا إسبانيا ولا إيطاليا نفس المنتج اللي كانوا هم يصدروا لنا إياه بالسابق لأنه استطعنا إنه نعطيهم نفس النوعية وبأسعار أقل من الدول الأخرى لهذا السبب إحنا عنا مشكلة الطاقة أكبر مشكلة بنعانيها إحنا ارتفاع كلفة الطاقة اللي هي بنشغل فيها مصانعنا لكن هناك اكتشافات أنه الأردن لديها نسب كبيرة من الغاز إلا أنها لم تستغل بعد لهذه اللحظة لم يتم استغلال الغاز أو استخراج الغاز أو البترول في الأردن لماذا؟ لأنه لا يوجد بكميات تجارية تكفي للإستغلال لكن الغاز بكميات كبيرة لم تستكتشاف هذه الكميات للوقت الحاضر ونأمل إنه إن شاء الله عم بيعملوا هلا فيه عندنا حقل صغير اسمه حقل ريشة عم بيستغلوا منه كميات بسيطة جدا من الغاز بس لا تكفي للإنتاج المحلي نعم يعني علا إحنا عم بيستورد الغاز تقريبا 90% من شقيقة مصر وبتصور إن شاء الله بده يصير في خطط هلا عم بيشتغلوا عليها الخطط الاقتصادية يعني جلالة الملك عبد الله ابن حسين وضع خطط اقتصادية للتنفيذ ونأمل إنه هاي الخطط إنه تتنفذ لنقدر نكمل المسيرة كاملة نعم الاقتصاد أو العملة الأردنية وهي الدينار هناك مفارقة سيد عاهد سميح الرجبي 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 عفوا هذا الدينار هو عملة قوية تقريبا وصل لفترة طويلة جدا يتصدر العمولات ليس صعبة ولكن محلية في مقابل ذلك نجد أنه الاقتصاد هو العملة لا تتوافق مع الاقتصاد الأردني كيف عملة قوية واقتصاد متوسط؟ لنكون صديقين الدينار مرتبط مدعوم وارتباطه بالدولار الأمريكي ديمتهو الدولار الأمريكي قوي دينارنا قوي عندنا الاقتصاد سياسة الحكومة لها دور كبير بثبات سعر صرف الدينار أولا عندنا نظام التحويلات ونظام الصرافة حر يعني تستطيع أنت من السوق التجاري أو من البنوك سعر الدينار هو ثابت لا يتغير بمعنى لا توجد سوق سعوداء يتراوح سعره فهذا ليس بسيط جدا ما بين البيع والشراء إذا أردت أن تحول تستطيع إذا أردت أن تستقبل حوالات تستطيع طبعا ضمن الأسس التجارية المرعية كذلك الأمر إذا أردت أن تقوم بعملة تصرف من المحلات الصرافة تستطيع هذا بدل أنه في ثبات محافظة الدور الأكبر بالمحافظة على سعر العملة هو الدور الحكومة لنكون صادقين يعني سياسة الحكومة وتوازنة تعمل أنه ما يصير تلاعب بسعر العملة حتى تحافظ على الاقتصاد وأي اقتصاد إذا بتعندك ملاحظات بعي الدول لما تلاحظ أنه فيه تذبذب بالاقتصاد العملة تصير تذبذب تذبذب وتتغير بشكل كبير والحمد لله إن شاء الله الله يديمها ما تصير موضوع الدينار ثابت الدينار ثابت ولكن الأسعار جد مرتفعة خاصة أسعار المواد الغذائية وكذلك مؤخرا منذ أسبوع هناك زيادات في أسعار البنزين لنكون صادقين نحن من نحكي كمواطن النسبة الأكبر بسعر البنزين والمحروقات هي درائب للدولة هي درائب للحكومة وهذا ما يحب سيدة سميحة على الاقتصاد الأردني من أين ستغطي الحكومة مصاريف الدولة ومصاريف الموظفين والرواتب الإدارية الأساس عندنا نسبة الضريبة عالية جدا نسبة ضريبة تأخذ من المواطن الأردني يعني أننا نكون صادقين أملية أن لما ارتفاع سعر البنزين والديزل والكاز بالسعر اللي تصار فيه في نسبة كبيرة منه للدولة عملية تغطية المصاريف بتتم عبر الضرائب نعم إحنا ما عنا موارد لا بترول ولا غاز ما عنا الشغلات أساسية أن تقدر تعتمد عليها الدولة بمصاريف الدولة الدولة تعتمد على المواطن بجباية الرسوم والمصاريف والدرائم اللي تقوم تصرف على مصرفات الدولة بكل دولة هلأ لنكون صادقين ارتفاع مستوى المعيشة بالأردن يعني لنكون صادقين نزي بننيج نقارن الجزائر مع الأردن المرتبات اللي إحنا الحد الأدنى عنا بالأردن تقريبا ما يساوي أربعمية دولار الحد الأدنى للأجور أربعمية دولار الشعري الحد الأدنى بالجزائر أقل بكتير لهذا السبب تلاقي ارتفاع الرواتب عندنا هذا بيصير فيه ارتفاع لباقي الأسعار سواء الكهرباء أسعارها عالية المياه أسعارها عالية احنا منسدد كمصانع بالأردن ضريبة الدخل حلال العام عشرين بالمية عشرين بالمية نعم ضريبة الدخل المدفعها ضريبة المبيعات الهتي فيها عالنا ستعاش المية يعني معناته المواطن هو المساهم الأول والركيزة نعم لتزديد التزامات الدولة والقيام بمصاريفها وواجباتها هو المواطن المواطن سدد ضريبته دفع الرسوم اللي عليه معناته الدولة بتقدر تقوم بمهماتها لا تنسى أنه احنا الأردن بيجينا جزء جزء مليه كمية لا بأس بها من المساعدات نعم نعم ننتقل إلى القطاع الصناعي في الأردن وأنت كصناعي سيد عاهد سميح الأردن مميز في صناعة الجلود والألبسة ويصدر كذلك هذا النوع من الصناعات التحويلية لنكون صدقين احنا في عنا شغلين شغلت مع لأنه احنا فيه اتفاقية حرة بيننا وبين أمريكا الاتفاقية التجارة الحرة بيننا وبين أمريكا انشئ العديد من المصانع لحكاية الألبسة والجلود بسموها الكيوزيد هذه تخصصها هي التصدير إلى أمريكا إلى الخارج يعني هذه الأصناع تصنع خصيصا لتصديرها هذا بساعد على القضاعة البطالة بساعد وكم هائل بمبالغ يعني يمكن تفوق المليارين والثلاثة مليار يصدر بالألبسة إلى أمريكا لأنها غير خاضعة على الرسوم في أمريكا حسب الاتفاقية نعم نعم ما دمنا تحدثنا عن الصناعة وقبل قليل تحدثنا عن تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية على الاقتصاديات العالم أوروبا الآن ربما بدأت تتوجه نحو الدول المجاورة منها شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط من أجل استيراد بعض المواد خاصة وأنه أصبحت لديها صعوبات كبيرة في استيرادها من الصين والدول الأسيوية وأنتم مستعدون الآن مع الحكومة الأردنية من أجل جلب أكثر من أربعين مليار دولار كاستثمارات لأكون صادم معك موضوع الأربعين مليار هو موجه للدول العربية أكثر من هو للدول العربية وبدأت العديد من دول الخليج الاستثمار بالأردن الأوروبيين استثمروا يمكن بمجالات مش مجالات كبيرة يمكن استثمروا بمليار بمليارين بس الأرجح أنه هالمشروع هذا اللي هو موجه لهو للدول الشقيقة وأنا بالنسبة إلي بقول نأمل أنه نقدر نعيد التجربة دوائية بيننا وبين الجزائر مرة أخرى بمجالات أخرى لأنه في مجال أنه لتبادل الاستثمار سواء الأردني في الجزائر أو الجزائري في الأردن وتسهيل الأمور على المستثمر الأردني وتسهيل الأمور على المستثمر الجزائري أنا بتصور خاصة أنه في عمق تاريخي في محبة بين الشعب الجزائري والشعب الأردني وصرف أنه غالبية الشعب الأردني هو فلسطيني الأصل اللحمة موجودة والأكترية بتشكل نسبك لها كتركيبة سكانية إحنا لنكون صادقين إنه إحنا منحاول حاولنا لما جينا آخر مشوار مع وفدتي الصناعي الأردني اللي جينا فيه على زيارة الجزائر الشقيقة طرحنا عدة موضيع إحنا منقول بدنا العلاقة بيننا وبين الجزائر تكون رابح رابح خليني أنا أستفيد وإنتي استفيد يعني بتقدر الجزائر تستغل موقع الأردن الجغرافي إنه هو الوسيط للعراق ولدول الخليج تقدر لعدة مناطق في الدنيا لهذا السبب إحنا منستصور إنه لازم تستغل وكذلك الأردن تستغل الجزائر للولوج للدول الأفريقية بس للأسف إحنا فيه قوانين كتير موضوع بالجرور ولا تطبق سواء عنا أو عنكم نأمل إنه تذليل هاي القوانين اللي هي خاصة تكامل الاقتصاد العربي كانت تكمل العربية التي احتضر أنا جيت أنا جيت على الجزائر نحضر المؤتمر للشركات الصغيرة والمتوسطة اللي كانت منظمته جماعة الدول العربية بتضيب مع صافيكس اسمعنا كلامي كتير بدنا التطبيق أهم شيء بالدنيا التطبيق إذا صار فيه التكامل اقتصادي بين الأسواق العربية والصناعات العربية وحاجة كل دولة من الدول الأخرى لصناعة معينة وسحلوا أمور انسيابة بتصور هذا أكبر نجاح لهذه الشركات اللي هي لما أنت أي شركة بتنشأ بدك تكبرها بدك توجد لها تصدير تبيع منتجها بدك تبيع منتجها ومنتجها يمكن تكتفي السوق المحلي ما يستوعب كافر المنتجات يستوعب جزء بسيط لهذا السبب بدك توجد التصدير يعني منأمل وإحنا إن شاء الله يعني مثلاً إحنا بالأردن إحنا يعني من يوم ما صارت كورونا لليوم ما فيش خط مباشر بين الأردن وبين خط طيران مباشر بين الأردن وبين الجزائر ووعدنا عدة مرات إنه بدون يعيدوا تسير الرحلات بين الأردن لكن للأسف هذه اللحظة لم يتم عادة خط الطيران مباشر تصور أنت لما بدك تيجي من عمان للجزائر تقضي نهار كامل على الطرقات بالمطارات أو تطلعوا خلال أربع ساعات تكون بين عمان وبين الجزائر يعني منتأمل هاي مطلب مطلب محق للجزائريين وللأردنيين نعم لتسهيل التبادل والعمل والمحبة والأخوة إنه يعودوا يطلقوا يطلقوا الرحلات بين الأردن وبين الجزائر نعم سيد الفادل أنتم شاركتم باسم الأردن في المؤتمر العربي للصناعة الصغيرة والمتوسطة مؤخرا ليحتضمتوا الجزائر هل هناك تبادل لنقل الخبرات لهذه المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة نحن على استعداد بالأردن أي شيء يطلب منك وغرفة صناعة لأنه لدينا الخبرات الكاملة والوافية إن شاء الله غرفة صناعة الأردن غرفة صناعة عمان مستعدين لتبادل الخبرات سواء وكمال الموجودة عند إخواننا بالجزائر هم بغرف الصناعة والتجارة ومستعدين كذلك لأمر نحن طرحنا لهم إنه ليش ما يصير فيه معارض متبادلة إحنا مستعدين نسهل الأمور إذا إخواننا للصناعات الجزائرية والأردن نحن مستعدين نسهل كل الأمور والأمور اللوجستية وكل ما يحتاجه كذلك الأمر نحن بالسابق مرة لتسهيل مع الموات والتبادل وقترحنا إنه يكون مندوب من غرفة صناعة الأردن في الجزائر ومندوب من غرفة صناعة تجارة الجزائر في الأردن بالغرف كقطاع خاص صدقني دائما القطاع الخاص يعيش الأوجاع بيقدر يعرف شون بين نقاط الضعف ونقاط القوة يعني بيقدر يعالج لما بيصير فيه كونتات كوي وصراحة قوية بين القطاعين بنقدر نتغلب على كتير من الصعاب اللي هي موجودة والخبرات الموجودة بالجزائر مش خبرات بسيطة والخبرات الموجودة بالأردن برضو خبرات ممتازة نتمنى إنه هذا الشيء إنه يصير على أرض الواقع عملية التطبيق غير الكلام للأسف إحنا للأسف يعني خاصة في الدول العربية هناك التنظير التنظير والكلام ولكن على أرض الواقع يعني نكون صادقين يعني إحنا منحاول بشتل بسألة إحنا الأتفقية العربية بتقول أنه أنت أي منتج عربي بدخل على أي دولة عربية بدون أي جمره خسيره وهذه هي القرارات التي خرجت بس للأسف الشديد نعم كل المعيقات بوجودة أوكي بقولك زيره بس بحط لك قرارات تحت الطاولة معيقات بسميها إحنا ما بتخلي المنتج دخل لا من قريب ولا من بعيد ومش دولة ومش تنتين ومش تلاتة عدة دول بتتبعوا هذا الأسلوب أوكي بقولك أنا عندك جمرك خسيره بس لما بدك تطبق على أرض الواقع بيكون محطوط هذا قرار إن الجمرك خسيره بس في خمسين قرار تحت الطاولة للإعاقة الإدخال وهذا بسبب إرباك للشركات الصغيرة والمتوسطة إرباك لأنه هذه الشركة أنتجت الإنتاجها بدك تريد بدك تصرفها بدك تصدرها بدك تبيعها سواء للأردن أو للمصر أو لسوريا أو كذلك الأمر منقمل منقمل إنه تصير نحن المعالجة تصير بطرق أفضل المعالجة أفضل يعني نوضع خطط عملتية خطط عملانية نيجي نقول مثلا نجيب المثل على الأردن من الجزائر يصير فيه لجان مشتركة للتذليل هذه العقاب أحنا فيه يمكن بالقرب قريبا جاي لتوقيع اللجنة المشتركة الأردنية الجزائرية يمكن بشعر واحد رح نثير هاي الموضوع إنه نحن بدنا نش بدنا نضل نحكي كلام بدنا نطبق على الأرض سواء أنت رابح رابح خلينا نطبق خليه يستفيد المواطن الجزائي خليه يستفيد المواطن الأردني ماذا تستفيد الأردن من الجزائر سيد عاهد ساميح خاصة وأن لجنة المالية في البرلمان الجزائري شرعت في مناقشة قانون المالية 2023 واليوم المناقشة في البرلمان وصفتها وسائل الإعلام دولية أنها الأضخم في تاريخ الجزائر نحو أزيد من 98 مليار دولار بزيادة قدرها 24.5% عن ميزانية 2022 الجزائر تطرح ميزانية كبيرة في هذه الميزانية هناك عدة إجراءات ستتخذها الدولة الجزائرية منها مرافقة المؤسسات المصغرة والناشئة لبناء نسيج قاعدي ونسيج مؤسساتي واستثمارات أجنبية يعني إحنا لما نسمع الأرقام نكون إحنا سعيدين هي موازنة سعيدين الوضع عند إخواننا بالجزائر ممتاز ورائع بنعمل بنعمل إحنا كأردنيين إنه سير فيه عملية تسهيل لإدخال البضائع الأردنية إلى السوق الجزائري إحنا السوق الأردني لمعلوماتك أي سلعة جزائرية بتجي على الأردن جمرك زيرو وبتدخل بسهولة بدون أي تعقيدات بس للأسف هون بالجزائر المعاقات كبيرة يعني حكينا وقلنا إنه في تعقيدات هي اللي بتمنع دخول السلعة الأردنية إلى الجزائر مع إنه لا يوجد بثيل لها هون هلا لو إلها مثيل أوكي منقول منها نحميها بس لا ما إلها مثيل وفيه تعقيدات في إدخالها نعم أنتم زورتم الجزائر كم مرة سيد عهد وتعرفون المنتجات الجزائري كيف تقيمون هذه المنتجات هلها هي بمقاييس دولية الجزائر فيها صناعات كتير رائعة وفيه عندكم أنتم هون هم نقطة أن الطاقة كلفة منخفضة واليد العاملة منخفضة هذا المزيد بتساعد الجزائر على التصدير لكثير من الدول لأنه المنتج أولا توجوده وتانيا الكلفة الانتاجية أقل من الدول الأخرى سواء من ناحية الطاقة أو من ناحية اليد العاملة نحكيها بواقع نعم بس طبعا يعني بدها كنت عملية شراكة مع الدول الأخرى مع القطاعات الموجودة بالدول الأخرى لتسهيل عملية التصدير والإنسياب لهذا المنتج الجزائري لأنه أعتبر أنه المنتج الجزائري من المنتجات الممتازة نعم نعود إلى صناعة الأدوية في الأردن حاليا لديكم مخابر وهناك صناعة رائدة على أي تجربة تعتمدون هل التجربة الأمريكية أم الألمانية أم الفرنسية صدقني الصناعة الدوائية بالأردن اعتمدت على القدرات الشخصية لأن الأشخاص اللي هم قاموا بإنشاء هاي المصانع هم مبدعين وبستعينوا بالخبرات سواء من أوروبا أو من أمريكا أو من أي دولة من العالم واستطاعوا يطبوا هاي الخبرات على أرض الواقع بالأردن واستطاعوا أنه يخرجوا فيها من الأردن وأكبر دليل هون الجزائر لعدة مصانع أردنية تقوم بإنتاج الدوائل الأردني ذو شهرة ونوعية جيدة وتطبق فيه كافة المصافات والمعايير الدولية نعم طبيا بالنسبة لي السياحة الاستشفائية هل يمكن نقل الخبرة الأردنية إلى الجزائر أم هذه السياحة الاستشفائية خاصة بالأردن لأنها تستعمل مواد أولية من البحر الميت وإلى غير ذلك نحكي الواقع أو ما نحكي الواقع نحن نتحدث الواقع ما إلها دخل ما إلها دخل المواد الأولية ولا أي شيء هي قدرات الإنسان هي قدرات الإنسان والبنية التحتية أهم شيء بالسياحة العلاجية اللي هي المستشفيات المستشفيات لما يكون فيها بنية تحتية كاملة ومعدات وتقنيات عالية وكذلك الأطباء الأطباء أما اللي بقولك إنه بستعملوا موضوع لذا هلأ فيه المنتجعات السياحية المنتجعات السياحية تختلف عن المستشفيات والسياحة العلاجية المنتجعات السياحية هو بستخدم صحيح أنه بالبحر والمية تأدت منتجعات هاي بستخدموا للعلاجات الفيزيائية اللي هي أملاح البحر الميض والتجميلية أما نكون صادقين موضوع السياحة العلاجية اللي هي العمليات الكبيرة والدقيقة تعتدمد على الإنسان والإنسان هو أساس كل شيء لما يكون عنده مستشفى رائع متكامل كافة المواصفات وعنده فكر متعلم ومفتوح بتصور هاي التجربة وتقدر تنعمل بالجزائر بسهولة جدا لأنه في أطباء جزائريين رائعين وعندهم القدرات وعندهم القبرات أوجدوا لهم المستشفيات العراقية أوجدوا لهم المستشفيات والبنية التحتية الكاملة بتصور أكبر عملية بالدنيا بيقدر إنوزجها الطبيب هو موجود على بالنسبة لقطاع السياحة في الأردن في الوقت الحالي بعد جائحة كورونا تضرر هذا القطاع بتقدر تقول فترة كورونا هلأ بتصور إنو رجع عنا الوضع عن جديد بالنسبة للسياحة ياخد مكانته يعني إحنا بتقدر تقول عنا قدة أجواء بنفس العام يعني اللي بنعاني منها اللي بنعاني منها لتنشيط السياحة ارتفاع الكلفة ارتفاع كلفة السياحة للأردن نعم سواء بالفنادق أو سواء بهذا وإن شاء الله عم نعمل على تذليل هذا الحكيم وهذا الكلام ننخفض كلفة الإقامة والتنقلات وهذا حتى تستوعب أكبر عدد يعني إحنا دول الخليج بؤسدونا على مدار العام لنا كمان جينا الموضوع التأشيرات التأشيرات الإخواننا بالسفرات الجزائرية مش سهلين بأخار صعبين جدا صعب التأشير الجزائرية نعم مع أنه إحنا نحاول بشتل وسائل أي إنسان بصلى السفارة الأردنية منعطيه التأشيره خلال عشر دقائق نعم سيدي الفاضل بالنسبة للأردن ماذا استفاد من الخبرات السورية خاصة نعلم أنه كل من تركيا وألمانيا لما بدأت الأزمة السورية وخرج السوريون من بلدهم نحو بلدان أخرى استفادوا من هذه التجربة نعلم أنه سوريا كانت كانت تحقق قبل الأزمة اكتفائها ذاتي نكون صدقين الخبرات الموجودة عنا بالأردن خبرات عالية جدا وزي ما حكيتك قلتلك نحن نجيب موادنا الأولية من الخليج نصنعها ونعاود نفس المواد نصدر لهم إياها مصنعة معنات وعنا الخبرات وعنا المقدرة مع أنه عندهم كلفة الطاقة أقل وعندهم كلفة اليد العام لأقل لأنه يستعينوا باليد العام الأسيوية والأجنبية هلا لنكون صدقين في عنا الخبرات بعض المصانع بعض المصانع اللي كان عندهم في سوريا أجوا عملوا عنا مصانع بالأردن ونجحوا لأنه البنية التحتية كاملة لإستثمار حتى تصور أنت المستثمر السوري اللي أجا وعمل إستثمار أعطناها جنسية صار معه الجنسية الأردنية أعطناها جنسية لأنه أجا واستثمر وشغل أبناء البلد يعني خضع على جزء من البطل يعني فيه الخبرات الأردنية مع الخبرات السورية متكاملة بس صدقني أنه إخواننا السوريين يعني برضو وجدوا الصدر الحنون اللي وجدوا المعاملة الجيدة لا يدروا أنه هما يقدروا يكملوا معنا نعم نعود إلى العلاقات الجزائرية الأردنية وقلنا أنه الاستثمارات تقريبا تنحصر في مجال الأدوية ولكن أنتم تطمحون إلى أنه يتكون هناك استثمارات أخرى ما هي هذه الاستثمارات ما هي التسهيلات التي يمنحها للمستثمار الأجنبي؟ تسهيلات عديدة تسهيلات عديدة تسهيلات عديدة بالنسبة لل الإجراءات اللي على الأرض لأنني أنا مش متذكر بالزرط شو هي الزرط بس زودك راح زودك بنسخة من قانون الاستثمار الأردني بس أصل على الأردن بس فيه إجراءات عديدة للمستثمر سواء الجزائري أو السوري أو العربي بتصور راح تساعده على أرض الواقع أنه يستثمر وهو مرتاح ونتمنى إحنا القانون الاستثمار الجزائري جديد أنا أعجبت وهلأ عم نعمل دراسة عدة مصانع أنه مش أنا الوحدي يعني نحن نشأ مصانع بالجزائري لو مستثمر جزائري يريد أن يستثمر في الأردن توفره للقطعة الأرض وإلى غير ذلك بالأردن له حق التملك يعني بيقدر كأي مستثمر من خارج الأرض بيقدر يتملك بيقدر يتملك في عندنا مناطق صناعية حسب موقع المنطقة الصناعية ذو قيمة عالية الأثمان عالية للقاع وفي مناطق أسعارها مقبولة جدا والحكومة بتعطيه الدعم وبتعفيه من الضرائب لفترة معينة وبتعفيه من الله يعني قانون إن شاء الله رح أرسلك أنا نسك منه سيد عاهد سبيح المستثمر الجزائري في الأردن ماذا ينقل من الجزائر إلى الأردن ماذا تحتاجون أنتم أي صناعة أنا الجزائر الرائدة في هذا المجال أي صناعة ناجح فيها في بلده أي صناعة بيكون فيه ناجح في بلده بيقدر ينجح في أي دولة بالعالم أنا هذا مبدأي بصفة عام نعم يعني افترضنا إنه عامل مصنع معلبات يعني المواد الغدائية بيقدر ينجح برضو بالأردن بس في عندك شغلة إنه أنت لما بدي يستثمر بالأردن عنده هو الموقع الجغرافي بيقدر يستهدف السوق السوري والسوق اللبناني والسوق العراقي والسوق الفلسطيني نعم والسوق الخليجي حسب الموقع يمكن يكون الكلفة التصنيع هون بالجزائر أقل بس في عندك فرق أجور الشحن أجور الشحن لما أنت بدك تشحن لهذه المناطق عملية الشحن تعرف أنت المعطل الأساسي ألا أن بالتصدير لأميركا ولأوروبا هو أجور الشحن نعم أجور الشحن البحري مرتفعة جدا وانت بالصورة لهذا السبب أي إنسان بيكون عامل صناعة ناجحة في بلده بيقدر يعمل أي صناعة في أي دولة بلحسب حاجة البلد بيقدر يعمل الدراسة وحاجة البلد بيقدر يعملها نعم بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتبسطة عندما عرفت الاقتصاد الأردني قلت أنه هو اقتصاد معرفة كيف اقتصاد معرفة؟ أين وصلتم إلى هذه التقانية؟ صدقني الاقتصاد الأردني ما تمرد على الطاقات البشرية أكثر مما هو على طاقة أبناء البلد أبناء البلد في عندنا إبداعات يعني أنا كون صادقين قلتلك أنه إحنا في مجالات صناعات عديدة نعم حتى إحنا بالخليش كثير من الصناعات أنشأها أردنيين وبدروها أردنيين لهذا السبب الأردن فيه فرص قدامه فيه ماله فيه إمكانيات مادية أكبر الفرص طبعا الإنسان بده ما أقدم قبيله لليقدر ينفذ يمكن شح التمويل اللي موجود بالأردن بيعيق شوية هذا الحكي بس عم نتغلب على الكلام هذا بمقدرة الفرد بمقدرة الإنسان هذا الواقع نعم الأردن يعتمد على عدة معونات وكذلك صناديق الدولية وتوجهها إلى الاقتراض كذلك في هذه السنة ربما المستثمر الأجنبي عندما يعلع هذه المؤشرات يخاف الذهب إلى الأردن ما هي الضمانات التي تقدمها الأردن؟ طبعاً المستثمر هو يستثمر بأمواله ويجهده لما لا دخل الحكومة بهذا الحكي لا الحكومة تقترض لتصرف على مصاريف الدولة اللي هي رواتب الموظفين الدولة ومشاريع الدولة بس الاستثمار هو لما بدي يروح يستثمر عن بيأخذ فلوسه باستثمر بفلوسه بتصور أهم نقطة نتلاحظها بدل أربع خمس سنوات أو العشر سنوات اتميزت فيها هي الأردن الغطاء الأمني أنه فيه أمن وأمان نقطة الأمن والأمان هذه انت لاحظت شو صار في الدول الأخرى نعم كتير شغلات صار كتير بس عندنا بالأردن الحمد لله رب العالمين هذه الصفة الأمن والأمان بتغطي على أمور أخرى يمكن صور فيه موضوع الاقتراض موضوع هذا هذا أوضاع دول يعني والمساعدات الخارجية إحنا سواء أجتنا من أمريكا أو من دول الخليج نعم لأنه بنظروا أنه الأردن كموقع استراتيجي وكوضع عم بتجي المساعدات نعم وبتصور توقف المساعدات بدي يعطي إرباك للحكومة مش أنه هذا بعمل إرباك لما بتتوقع في المساعدات أنه تقدر توجد البدائل وإن شاء الله ما تكونش البدائل من يد من جبت المواطن نعم لا عادة أنه الدول تعتمد على الرسميات في تنمية الاقتصاد الآن رجال الأعمال متحررين يعني إمكانهم أن لا يعتمدون على الأشياء الرسمية يتكون هناك مبادلات تكون هناك فضاءات اللقاءات معارض مثل ما تفعل الجزائر في الوقت الراهن هناك عدة معارض وعدة المرتقيات من أجل التبادل والخبرات هل بإمكان أنه يكون هناك اتحاد لرجال أعمال عرب ذكرتها أنا إحنا في عنا جمعية بالأردن اسمها جمعية رجال الأعمال الأردنيين نعم وعلى هامشها موجود جمعية اتحاد رجال الأعمال العرب أنا عضو بجمعية رجال الأعمال الأردنيين عضو باتحاد رجال الأعمال العرب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب اللي هو الحج حمدي الطباع اللي هو بالأردن نائب الرئيس أخ جزائري أخ تونسي نعم اللي هو رئيس جمعية كوننكت بتونس بنأمل إنه إحنا نعاود نفعل هاي الصداقات اللي هي ويكون في مشاركة إخواننا الجزائريين في موضوع اتحاد رجال الأعمال العرب حتى نقدر أي أفكار تنطرح نعمل لها لقاءات يعني موجودة عندنا شغلات كتيرة بس بدك تفعلها بدك تنشطها منايمة صحيها من النوم ولا أمشي نتأمل إنه موضوع اتحاد رجال الأعمال العرب موجود بتوفر زاء وخديم العلاقات العربية كشعوب عربية كتير قريبة من بعضها بس بعض أمرار الروتين والإغلاقات اللي بتصير هي اللي بتعيك هذا التبادل والمعرفة يعني أنا لما أنا أخي الجزائري بصدر لأي دولة بالعالم هو أنا بتعدني أنا بصدر ولا أنا إذا بصدر يعني ليش ما يكون أنا فيه تكامل عنده سلعة هو مش قادر يصدرها بساعد أنا وياه وأصدر له للدولة اللي هي مطلوبة إليها أنا بستعين هو نستعين بالمواقع الجغرافية أنا بدي أفريقيا استعين فيه لأنه أفريقيا أفضلي من الجزائر هو بده العراق أنا بستعين فيه من الأردن أبعط له إهلا العراق في الدولة لأسوريا أنا بستعين فيه لفلسطين إحنا منصدر عمنا لفلسطين برضو بكمية مليحة والحمد لله يعني نأمل نأمل كل الأشياء المكتوبة على الوراق تطبق على أرض الواقع هاي المشكلة لنحكيها لنكون بصدقين مع بعضنا قرارات كثيرة ومعطيات كثيرة كلها مدونة بالأوراق ومحطوطها بالأدراج نأمل هاي المقرارات تخرج من الأدراج نعم وتطبيقها على أرض الواقع نعم بكل الدول العربية أنه سيكون هناك عقاد اللجنة المشتركة الجزائرية الأردنية في قريب العاجل هل ستطلحونا إنشاء مجلس أعمال جزائري أردني بالسابق عملنا إحنا مجلس أعمال بس ما كملنا هذا الحكي قبل ست سنوات لما أجانا وفد من الجزائر على عمان كان وفد كبير برئيس رئيس الغرفة وأعضاء غرف الصناعة والتجارة الجزائرية أسسنا هذا المجلس وعساس أن نحط عشر أعضاء من الأردن وعشر أعضاء من الجزائر كنت أنا أحد الأعضاء اللي هو من الأردن بس للأسف الشديد وخلصنا هداك الاجتماع وما عاد حدا شاف حدا وما عاد حدا نكمل نعم نعمل تنشيط اللجنة المشتركة نعمل تنشيط أنا من الأشخاص الذين سيطرح هذا الملف وأطالب في أنه نعيد تنشيط اسمها لجنة الصداقة الأردنية الجزائرية اللي هي نعملها من رجال أعمال جزائريين وعن رجال أعمال أردنية نعم سيدي كراجل أعمال سنذهب إلى العالم كيف ترى العالم الآن اقتصاد العالم الآن هل يبشر بخير أم سيعرف العالم أزمات أخرى سيدي إحنا دائما أساس العمل التفاول أساس العمل التفاول إذا تدب الإحباط بين الناس لا عمل ولكن توقعات نعم بدنا نتفاعل فيه معطيات سيئة جديدة كتير بدا تصير في المنطقة ومتغيرات كتير بدا تكون بدنا نكون مهيئين أنفسنا أن نستوعب هاي المتغيرات السيئة ونقابلها بجد وجهد لأن المتوقع حسب رؤية السياسية الموجودة بالعالم أنه فيه متغيرات نعم هذا السؤال الذي كنت سأقودك إليه حال الدول العربية الآن عندما نرى هذه المتغيرات خاصة في الشق الاقتصادي الصين تبحث عن الرياضة الولايات المتحدة الأمريكية تصارع هناك تكتولات اقتصادية في العالم محل إعراب الدول العربية لا كون صدقين ونحكي بتجرد نعم حال الأمة العربية أنا بعده من الأحوال السيئة ووضع سيئ جدا لأنه إحنا مع أنه عنا بدولنا العربية كل المقومات لنكون من أقوى الدول الاقتصادية والصناعية في العالم الطاقة موجودة الموقع الجرافي موجود نعم بس للأسف إحنا ما عم نطبق أي القرار اللي بتم بين الدول العربية ودل العالم بواد ودول العربية بواد وصدقني الله يغيرها على أحسن منه إن شاء الله الله يوفق الجميع مع بعضهم لصالح الأمة لصالح كل إنسان بدي يشتغل لبلده بس بيقدر يستعين بشقيقه خاصة أنه مؤخرا مخرجات القمة العربية بالجزائر مخرجات رائعة جدا كانت مخرجات رائعة نتمنى 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 الدول العربية تلتزم وتطبق إن شاء الله نتمنى بس إخراج رائع جدا وكانت موقف الجزائر موقف تشكر عليه الجزائر يعني أنا بالنسبة لي بعدها بالوقت لحالي هي قلب العروبة نعم هي القلب النابض للعروبة والدم اللي بيسري بالعروبة كلها صدقني والله يحمي جزائر نعم تعرفنا اليوم على اقتصاد الأردن وفرص الاستثمار فيه وكذلك العلاقات الجزائرية الأردنية والتبادل التجاري بين البلدين شكرا جزيلا لك السيد عاهد سميح الرجيبي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان ونائب رئيس مجلس إدارة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة كما أشكركم أيها سادة الكرام على حسن المتابعة والإسقاء موعدنا يوم الثلاثة القادم في وجهة اقتصادية جديدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر